هذا هو اللوح الذي نستعمل في الصالة وهذا هو الصالة قمنا نلوح بلي مزيان في الصوبة ونفرش بلي من حمي كاين الأولى وضع بلاستيكة لن تصبغة مفتارات فوق ماك الذي نعمل في الديكور هو هذا هنا يكون الليزر كما أصلاحه هذا الليزر هذا الليزر في كاين الليزر يجب أن يكون مجهد يجب أن يضويه جيد لكي يجب أن يضويه جيد هذا بلاكي هذا أحسن مركز بلاكي النوع الليزر كما ترى هذا يكون صافي ماكي يكونش فيه ذاك العتابة ديال اللوح أو كما كان قلوه من المعزاز أو الشراطي هذا اللوح يجي صافي حل الدهاب يعني ماكي يجيش فيه شي حاجة طوابع أو شي حاجة اللوح هذا الآياب اسبانيا أولاد المغرب راح معروف أحسن مركز اللوح من ناحية صفا كنجيبوها الخص السبغة ديالنا اللي هي ذاكبية كما كنستعملوا هذه اللي كنستعمل مع ذاك اللوح هذا لحقش هذا اللوح هذا صافي من كثتي هذه السبغة كيبقى في طبيعته في نفس الوصف كيحطي واحد اللوح زوين كيطيه ذاك الدهب دياله يعني الدهب اللي كيبين للوح وكنخلطوها الخص كنخلطوه مع مع الدلوان المدزش ديال السبغة كنخلطوه مع مهم الخص وحل إشارة يعني الصناع ديال القبص يعني الصناع ديال القبص وهادي مكينالوش الدعم الكافي يعني عند الإخوان يعني بعد القناة واستافع يعني كي كي يعملوا لهم جيم وكي يعملوا كي بارتاجي ولهم وكي بززاف ديال الحواج ويا قانوات من كي يستفد من الإنسان تعالى وعواضان بأن القانوات ديالنا نحنا كنعملوا حل عمل كبير لحقش كان قيلوا خدامين وكان صوره وكاسر ومكا تسليم الخدمة وحل سكتمونطين وحل التاعب وكان قدموا حل خدمة لإنسان يقدر يستفد منها يعني الصغير كبير نساك الرجال يعني أي واحد ويتفرج للإنسان في داره مع ولداته المحتوى اللي مفيد يعني كل شيء يعني قبل الناس يعني يخصهم بشي عارفوا هذه المعلومات وخصهم يجيبون قباس وش حل ديال المعانس داب احنا المعلومات ندخلوها لكم بطريقة سهلة وكاسعرفوا الطرق ديال الخدمة كاملة الصغيرة والكبيرة كاسعرفوها وهذا كاملة الخص يعني يتقعوا تدعموا الصناع ديال المحتوى ماشي غري أنا الصناع ديال الجبس يعني تعملوا لهم فارتاج في الفيديو ديالهم تعملوا لهم لايكا سهل شيء بلا يقولوا هلكم يعني كتدعموا الأرسد ديالكم وكتدعموا الصناع ديالكم بشكتزين قدام ايكتحفيزوه مهم الخص لهم نيكن من صبعه كما شكتو قبل يعني صبعة اللوح ديالي كامل بالصباحة ذهبية اللي عندي شخص قبل وكان بدأ كان نزول البيسي كلاس كان نزوله معدو كان عمله مع اللوح وكان بدأ نستف كان بدأ بالقنوط هم اللوح على ما تشوفوا اتصالوا نعدا الخص اتصالوا نعدا عيدور له ديك الجمب دياله كاملا ديك الجمب فيه ثلاثين سنتيم ثلاثين سنتيم دايرة كاملة والليد داير بجوز جهة يعني بجيهة هكذا وهكذا بشك يعطي ديك اللوح كي يجي من ضويم زيان وهذا النوع دي اللي دا الخص اللي كيستعمل فسط الخشف يعني كان نصيحة سيكون الليد اللي مركز يمزيان رقم واحد يعني ديك يعطي الضويم زيان كينا بعد الاخوة كيتستعملوا الليد ضعيف وهذا خطأ اسم لي كاتم اللوح وكاتم ضعيف الليد يعني ما كيجيش ديك اللوح مضويم زيان وما كاتم اش ديك نتيجة مطلوبة وكلمشيوا معه بنفس الطريقة الخص يعني دايما ببيسي غلاس هاد بيسي غلاس الخص هذا النوع اللي مزيان كينا واحد النوع ببيسي غلاس اللي كيجي كيجي يرقيق في حل كاغض ما كنستعملوش هاد كيضوش الضويم زيان هاد ببيسي غلاس رقم واحد هذا مزيان يعني كفيه تقريبا شي ثلاثة ولا اربع ميلي مزيان كيجي فيه ما كاتشوفوشوف ما كاس نزل اللوح وما كيكون ضعوم زيان كيش كياتي الخشب الخص كاس نزلو كاس فقط تقدس الشرك ديالو والصعوبة ديالوح الخص هي في في العبارة يعني لا حكمتي العبار راس حكم الخدمة ديالوح ما حكمتيش العبارة رامي عجي يتركب اللوح اتجبار مشاكل وقبل ما كاس ركب اللوح تغراري كاس ننضف لو بلاصة ديالو كاس ناقي بلاصة فيه كينز اللوح ديالغابرة وديالجوش كاس ناقي كامل اللي كاس كون يعني الحشي اللي كينز فيها اللوح من بعد كاتجيب وكاس بقاس يعني كاس قايس القنوسة مسلا كتدرب طوليس كاس ننزلو كامل يعني طول كامل وكاس بداس قايسة وكاس بشي مادر يبضر يبال حكم قولنا الصوع وبعد ياللوح اخوط هي في الشدان ديالغابرة الى ما حكمتيش في العبارة يعني يقدر يلعب بكم واضح مشاكل كبيرة اللي ما اس قدر تتغلبا يعني قسد اللوح ديالغابرة لا فايرلك صعيب انتم ما شفتوا التاريقة ديالخدمة كنوريكم تاريقة سهلة كنبارتاجي معكم كل شي الخوز يعني وخاعد شي هذا راح بزاف ديالاخوار راح ما يبغيوش يوريوه هم يبغيوش ساعة لحنا كنوريوه لكم هادا يعني الطريقة ديالخدمة راح ما كيبغيوناش علاش كنوريوه لكم لحقاش يعني كيقول لك هادا السير راح ولك هادا ولكن هادا شي هذا راح كنقديم لابن انسان خسك يعني الصنعة خسك توريها الناس يعرفوها وكي بمسأل الارزاق كسبا كل واحد والارزاق دياله وربي ولي مخصم الارزاق بالنسبة الخسنة بالنسبة يعني الدكورات انتم كنبارتاجي معكم كل شي الخوز شخصو الدكور كيف صلاح يعني انتم رافحة الخسنة وعائزنا وكنبارتاجي معكم هاد شي وكي ما قلنا في الاول هادا المحتوى اللي كان قدموه كيستفدو منو الناس والحمد لله فيديوهات ديالنا بزاف ديال الناس المغرب اه يعني بيدو فيديوهات يعني ديال لايزار وكذا يعني الدكورات الجداد اللي قدمناه بزاف ديال الناس كي استفدوه لي رسائل يعني كيقلو لي استفدنا من خدمة ديالوك وكينا اللي كي وخامي كنخدمو له شي مدن بعادين اولا الدول بعادين كتسمى كي كيعملو نفس الدكورات اللي يعني كيديو خبرة كينا الناس استفدوه من الناس اللي كيخدمو الصنعة ديالقص كيديو فكرة وهذا هو المطلب وياك تكون محتوي يكون مفيد مع عليكم الا سبارتاجي وتعملو مشاركة شير الفيديو هاسو تعملو لايك وشتشاركو في قناة سبس دايما كساطين الصانع المغربي او لاس اي صانع كساطين وحلح حافظ بسو الصالون ديالنا كيف اصطلع الخوز شي حاجة رائعة جدا سبارتاج مازالين شيد سبارتاج عايد السبارتاج مازالين عايد يعني كينا شيد سبارتاج تصلغو يلا لحطوا الطوابات ديالهم رغم ما بقاش خدامين غلقناهم ومازال السبارتاج عادي دوز يعني عادي عادي ديك بلايس لي سبارتاج ديالهم بقاو مم طوابعين عادي ما زال عايد السبارتاج وعايفين عادي شيف حال هذا سبارتاج مازال السبارتاج عايدوز وعادي تزيد ساطية الجمالية ديال هادي اللوح هذا الخوز المهم الخوز اللوح دياله الزار راح احدث ديك ورس يعني ديك ورس لكين بزاق ديال الاخوة يبقى يسهولوني في تعاليق التامن دياله شحال التامن المتر شحال كي تتخدم المتر يعني هاتسوال الخوز راح ميمكن ليش نجاوب عليه في التعاليقاس والزاق ديال الاسئلة يعني كنت طرحوها في التعاليقاس راح ميمكن ليش نجاوب اليوم يعني مسلا في حاش حال كي تتخدم المتر اذا راح ميمكن ليك تتخدمه يعني المتر اذا لحسب الجودة للوح لحسب بيسي غلاس لحسب شحال يالتيساء يعني كتشري بلايكي وكتشري لك بيسي غلاس الداخلاني وكتشفصلو وعادي كتدي الماكينة اللايزر سي انسي وكتطرزو يعني بزاق ديال الحواجة تشهد لك مصاريخ ليعطيح لك المكاملة عادي يمكن ليك تحدد شحال يتقام لك وله هذا الخوز يعني اللي بغى مسلا شي حاجة أول مهم يعني يعني لكي يخصو يعني مكتب لك شحال يقش حال ثمان أو لا ديالك مسائل كثقى بينك وبين واللي عادي تخدم والانسان اللي ناوي اخدم وووذي يخصوو يطرح الأسئلة مسلا اللي عا يخدملك ولا يخصوص يطرح للي الأسئلة مسلا مثلا اه كتتاثر بوحد سيد من اجل يعني يعني معرفه فقط يعني من يتغيوية عاولت خدامه والسيد اللي عا يخدمت يعني بالمناسبة اللايزرات الثمان ديالله زي جو يعني يخشب اللايزر شفتوا النظرة دياله بالنهار كيبش هذه النظرة دياله بالليل مكيكون شاعدة وادي النظرة بالنهار وخا كينا شطوها بعدها الغابرة يعني مكنش النظرة واضحة ولكن شوفوا يعني بالنهار كيبش كيبن يعني اللوح كيبقى في طبيعته كيما قلنا الخدس اللوح صافي الماركة اللي استعملها احسن ماركة هذا سبورتات هدو كيجو في حل تروادي هدو من اغلى سبورتات اللي كينا هادي بلازما شفتوا ها في الفيديو قبل مهمة الخاصة اللي بغير يشوف هدو فيديو هذا كيوش خدمنا له القبس كينا فيديو في صندوق الوصف اللي بغير يشوف تاريخ التركب على الديكور هذا كيوش يركبنا الديكور للقبس من الصفر الى البداية كنسبا اخنا نضرب على السبع على غالو يهود في صندوق الوصف وعجوها الرابط يعني بالازرق يتكيل هذا الرابط عديهم من الطريقة للعملات الديكور للجلس هذا الناس اللي مهتم من بغير عملات الديكور هذا او اللي يبغي استسافة الطريقة التركيب اتمنى سكونا اخوص عجبكم هذا الفيديو شبارك الله عليكم